ساعات كده بلعب لعبة لطيفة جدا انا بحب لعبها الحقيقة يعني بحب فكرة انه اتخيل لو بذات لما بشوف لعيب كرة بيعجبني يعني بمناسبة افتكرت و احنا بنستعرض انا بشوف ان رودري يمكن يكون اهم لعيب دايرة في العالم كل يعني اهم لعيب خط نص يقدر يربط الوسط بالهجوم يقدر يقف على الكرة يقدر يعمل التحولات بصير من اعلى كواليتي بدني فتنس منتاليتي اعلى كواليتي تقريبا موجود النهاردة ليه بقول لكم كده لانه انا بشوف انه عبد المنعم الحقيقة هو طبعا مشكور اللي وظفه كمدافع وهو بدون شك بدون شك واحد من افضل المدافعين اللي موجودين على مستقرة افريقيا النهاردة وواحد من اسباب نجاح الاهلي في البطولة دي دفاعيا هو مصطفى شبير ورامي ربيع لكن انا بشوف انه كواليتي منعم هو يا جماعة انتو بتزعلوا منه وانا ساعات كمان بزعل منه يعني فيه كور كده بحس انها زيادة انها ملهاش لازمة انها بتوقع قلبك لكن هو لعيب كورة على مستقرة عالي جدا بساعات كتير جدا بشوف انه منعم ده لو كان توظف لعيب نص ملعب كان ممكن يبقى يعدي الحتة اللي هو فيها دي بمراحل انا عايف طبعا ان هو مدافع وهيفضل مدافع ودي حاجة انا ما بتدخلش فيها بس انا بقولك على الكواليتي يعني بكلمك على الكواليتي اللعيب اللي عنده كنترول واحد عنده شخصية اللعيب اللي وقف في الملعب مش بيخاف لما بتجيله الكورة اللعيب اللي عنده قدرة انه يستقبل الكورة بوشه ويقدر يلف بظهره ويقدر يشوف ويخترق ويعمل دريبلينج ويرقص ويباص الباصل الدقيق في اي مكان في الملعب ده منعم فبالتالي بشوف الامكانيات دي والقدرات دي بشكل كبير جدا تليق بخط نص الملعب عندنا كمان الحقيقة جزئية مهمة جاء طبعا انا بقول لكم تخيلوا يتصوري لانه مواصفات منعم ندرة شوية في اللعيب اللي عندها قدرات دفاعية على اعلى مستوى ويقدر في نفس الوقت انه هو ينقلك الهجمة بشكل كويس جدا